اسمحولي أمثلة من جديد بس قبل لأمثلة أكون فيديوهات لازم تتخلط المترجم للقناة المترجم للقناة ويكون مقطع فيديو بشي عظيم سجد التاريخ وهاي الدموع اللي بللت العالم العراقي والمشاعر لما تشتغل أغنية وطنية وهذا الاتحاد العظيم بين العراقيين السؤال هو هاي ش صار وين كانت هاي الروح الوطنية هاي الطفلة ليش ده تبتشي وهي دسمع النشيد الوطني شنو أول مرة تسمعها هذول ليش دموعهم غرقتهم لما نطبهوا للتحرير شنو ما شايفين عراقيين دولة بذيقار والنجف والبصرة وكربلاء والأمارة والديوانية والكوت وديالة وباقي المحافظات شبيهم ليش هاي شي طالعين شنو مطرة وطنية على العراقيين وهل قد صاروا يحبون وطنهم لا مو هيش الموضوع أول شي هذا دم الشهيد دائما هو ليصحي الناس صفاء سراي وحسين وزوجته وباقي الشهداء كلهم أحيا ويلقاع من جديد تعرفون شنو أكبر مشكلة عشناها بالفترة اللي راحت أكبر مشكلة كانت هي الانتماء اللي فقدناه الانتماء اللي صار الكل مطالب بأنه يثبته وحتى من ردنا نثبته راحنا على طرق كلش صعبة ومعقدة وللأسف هذا الشي خلى الكل تصير متهمة بعدم الانتماء بينما بالحقيقة احنا منحتاج أصلا أنه ننتمي لهذا البلد احنا منتمين محاولاتنا لهذا الشي خلاتنا نقب بشغلات بعد أكبر بمشاكل اللي ضيعنا احترامنا لإنسانيتنا وهل شي هذا وقعنا بمشكلة بعد أكبر من اللي قبلها محاولاتنا خلتنا نقدم تنازلات ولا تنازلات ونرضى بكل شي وفق هذا كله قمنا نخسر شبابنا لأنه من دير بال لأنه تعودنا حتى وصلنا مرحلة شتوفنا تعبت وتعودت على التشييع وصارت عادي القضية وصار الحزن هو الإحساس الطبيعي بهذا البلد حتى قمنا نخاف نفرح أو نستغرب لمن نفرح مو بس هاي المشكلة أساسية أكو مشكلة بعد أكبر بالطريقة الصعوب اللي مشينا بيه هواية من شبابنا قاموا ينتمون لكل من هب ودب على مود يثبتون انتمائهم ومحبتهم لهذا الوطن عصائب كتائب سرائب معرف إيش أي ذايح من هاي الداحين حتى روش كانت الطريقة غلط مو مشكلة بس المهم أريد أثبت استمر الوضع إلى أن جدت المظاهرات هاي اللي كانت بمثابة صدمة كهربائية شحنة الروح الوطنية عند الكل وصحتنا من غيبوبة شننا عايشين بيها بسبب فقداننا الانتماء مو إحنا فقدنا هم السبب وهذا الفقدان صار بسبب هواية أمور أهمها دين ما لعلاقة بأي دين دين يبرر على مود السياسي دين بمصالح تجارية دين منين ما تجي يجيك وبالأخير تحالف ويا السلاح والمال وهذا الثلاثي الخطر اشتغل على الانتماء للوطن بكل قوت الإعلامية ومنابرة وسلاحة كل شي سوي إلا شغلك لتصير عراقي ترى نلعب بيك طوبة هذا الثلاثي قادنا للجهل والفساد وفهمنا أنه السقوط الأخلاقي هو باللبس والشرب مو بالخيانة والعمالة وقتل الأبرياء وظلم العالم هذا الثلاثي علم العالم على القدية وخلى شرط أساسي لازم تقدي على متاخذ حقك ومن تتجرأ على متحقك فأنت مدفوع لو متآمر لا أنت أكيد تشتغل ويا سفارة أنت بعثي وهس الجديدة إذا صغيرت فأنت ابن بعثي بعد كم يوم يقول لك والله جدك كان بعثي وعلى مود تخلص من هاي التهم هاي مرح تخلص هاي فعلى مودة الطالب حقك لازم تتوسل على مودة يشمروا لك لقمة صغيرة من أكلك اللي هو مالتك لحد هنا العالم ضاجت يوم طائفية يوم داعش يوم مؤامرة خلصت العذارة خلق العالم ملت يوم هي يقولوا مباشر تحسن الوضع وكل واحد نزم الحكومة يخلوني يترحم أنا اللي قبله بحيث عالم قالوا ليه هنا أنا وبس الوضع لازم يتغير شنسوي شنسوي نطلع للشوارع بعد هش صار الخوف التشر المظاهرات خلتنا أقوى وبعد ما نخاف وخاصة اللي عاش هاي الروح الوطنية بساحات التظاهر عاشوا الحلوة والمر وكل ما تزيد مرارة الأمور يزيد الإصرار مالتهم وكل ما يزيد إصرارهم يزيد توحدهم وكل ما تزيد وحدتهم تزيد فرحتهم فتشوفهم بكل هم ما يتراكضون وأصلاً هم مصباع فوقع شعورهم بالانتماء الوطني حقيقي لهذا الوطن صار الحيل أقوى والصوت أعلى المظاهرات سوت شي كلش شبير وأبشركم بعد ما حد راح يسكت لو مهما صار وصدقوني العراق ذب وجه القديم واللي شال كل مخلفات السنين السودة المصخمة وكل شي صار بيهذبها بالزبل خلص ما راح عدد وارحة هي ترى بالأخير تعرفون منه اللي بوقع يفر بأذانة بنصف اللي بدي يصير الحكومة والأحزاب خطيئة بعدهم بعدهم أبالهم يقدروني قشبروني العالم يوصمون عليهم مرة لأخر فتشوفهم يوم يطلعون رجالدين يوم يطلعون محللين يوم يطلعون إشاعات حارة وشي طلعون بس حتى بسبقه بس طلعون طلعوهم وصدقوني لو كيرفي كان طلعوها بس فش لو كالعادة ورغم هذا بعدهم بيحاولون وطببوا ونفسهم مشكلة كل الشبيرة هسه واللي هي أدواتهم اللي هي أدواتهم مدى تساعدهم يطلعون من هاي الورطة حتى اللي كانوا مشغليهم مطبلشية بدأوا يحسون انه صاروا ومداروا بغلط فقاموا يشتغلون تلزق لأنه هم ما مقتنعين بسياستهم ومثل الأول قبل كانوا منيكتب مختار العصر ما مقتنع يكتبه مختار العصر اليوم منيكتب مختار العصر قول لا ما ترهم فهم من قلبه لأنه ما قدموا شيء لهذا البلد فبياسخام وجه يطبلون وهم أصلا لو قدموا شيء كان انتفض عليهم هذا الشعب هاي القوة هاي بطرق صدورهم وبالمنجنيقة لقولة عادل عبد المهدي فلا عادل عبد المهدي ولا غيره من الديناصورات اللي موجودة حاليا واللي تحكم راح تفتهم هذول الشباب نقطة أخيرة هذا الشعب اللي انتفض انتفض رغم سلاحكم هذا السلاح اللي كان المفروض يحمينه مو يخوفنه سلاحكم كان المفروض يكون للأمان مو للتهديد خططكم الاستخباراتية كان المفروض لحماية المواطن مو علمون تخطفوه ولا عم تهددون اللي انتخاء وجاب اللي عنده وما عنده لأخوت المتظاهرين من أكله بطانيات وأدوية فهذا سلاحكم صار جزء من المشكلة ولا وإحنا نعرف من قبل هذا الشي وشنة نحشي بي دائما بس هسه صار واضح للكل سلاحكم الى سعر السلاح اللي الى سعر هذا سلاح مأجور وسلاحكم مو لحراسة الوطن سلاحكم لحراسة مصالح الدول المجاورة ودولة وحدة بالذات وللمال اللي خلاكم أغنياء بالباطل فخلوني أقولكم إياها من الأخير ملاعبكم صارت قديمة ما رح تعبر بعد انتوا طغات لأن السياسي والحزبي والوزير اللي ما يهز راس الشباب لما يتتشر فهذا هو الطاغية بالمناسبة هليد أقول آخر شيء أريد أقول للمتظاهرين كلمة واحدة بس العراق أولا حذار من الأفع شبعت وقيمة أرجع لبلوتكم وانتهى الموضوع شكرا جزيلا أقدم لكم أحد المنا وهيج الفقرة أقصد بها أنا أقول لكم حذاري من الأفاعي أشبعوا قيمة وسمك ظلوا بمكانكم إلى أن ينتهي الموضوع شكرا جزيلا